بحثا عن خفايا ما يدور خلف جدران البيوت تفتح عدسة التغيير عينها على وجع الفقر والعوز في ديالة لتوثق قصة جديدة كادت أن تنتهي فيها روح أم ضياء بعد أن علمنا عن محاولتها الانتحار بفعل الظروف القاسية نحن حالنا تعبون وعند جهال ويردون عيشي وحاولت أكثر من مرة أنتحر والعالم هاي الناس الطيبة يجي واتخلصنا يعني جهالي وعد مدارس وما تقدر على عيشتهم حيال حيال تعبونين وهذا وضعنا وهذا بيتنا والماكوة صعبة يعني حاولت حاولت يعني حتى عدب ناس غير التبيحة بس هما تعوضنا الشيطان وقلنا هذا الشي حرام ما يصير بس يعني شا سوهي هالعيشة حيال حيال صعبة علينا شنو موعدت الفكري بالانتحار أي والله هم النوبة يعني هم خليتها بالنوبة انتحر يعني من وراء هاي العيشة يعني عيشة حيال حيال تعبونين بيها بحثنا عما يقف خلف أسباب الانتحار في المحافظة مع حقوقيين إذ وثقنا أرقام صادمة بانتحار أكثر من ثلاثين حالة وعشرات المحاولات خلال عام 2023 وفي العام الحالي كان منتصف الشهر الأول قد سجل خمسة حالة انتحار ما ينذر بخطر يهدد المجتمع في ديالة فيما يخص حالات الانتحار لعام 2023 دمنا أكثر من ثلاثين حالة انتحار انتهت بيها الوفاة وعشرات حالات محاولات الانتحار التي تم انقاذها سواء من قبل أجزاء الأمنية ومن قبل الكوادر الصحية أيضا لدينا في الشهر الأول يعني لحد يوم 21 من عام 2024 لدينا خمس حالات انتحار انتهت الوفاة أيضا كل هذه الحالات تدوق ناقوس خطر في محافظة ديالة العنف الأسري والظروف الاقتصادية والإهمال الحكومي أسباب كانت ذريعة المنتحرين والذين يحاولون انهاء حياتهم والتي يقول لسان حالهم إن رغبتهم في الموت قرارهم لواقع يعيشونه دون حل جذري